بمناسبة المنتخب وكارلوس كيروش بنبارك لمحمد مجد أفشا نجم الأهلي اللي بيحتفل الآن في أحد فنادق القاهرة بزفافه بنقوله ألف ألف مبروك أفشا وإن شاء الله يرجع بأسرع وقت ويكمل قوة الأهلي ويرجع المنتخب بإذن الله شياكة جاكتة بيضة بعد جاكتة سودة بعد واحدة بسديري وواحدة بالبورنوس وواحدة بالأبيع هو النهاردة ربنا يا كريمه طبعا حيبتدي مشوار جديد في حياته نتمنى له كل التوفيق وطبعا هو التوقيت صعب على النادي الأهلي لكن هو كمان معزور يعني اللعبة معزورة هتعمل ايه صحيح بمناسبة أفشا وكارلوس كيروش يا جماعة يمكن كيروش المدير الفني البرتغالي للمنتخب وهو فارض حالة من الانضباط الشديدة داخل الفريق يمكن نسة الناس بتتكلم على تفاصيل كتيرة هي عكس الواقع اللي موجود داخل الفريق صدقون الراجل ده ولا حد من الجهاز المعاون يقدر يفرط كلمة ولا يتدخل في رأي ولا يزكسين ولا يمشي صاد ولا الكلام ده كله الراجل ده قراره من دماغه بشكل حد قوي وحد جاي فعلا يشتغل حتى لما كانت رؤيته انه مرحليا دلوقت ممكن يكون مش محتاج شريف وقفشة اتصل بيهم واكد لهم انتوا لعيب يا كبار بس كل مرحلة لها عناصر مناسبة لها وهو ده اهم حاجة اه انا لا يعنيني اصلي ده حق الكوتش طبعا حقيقي الدهشة ليه لان الاثنين مقافلين الموسم في افضل حالة بس ساعة التوقيت ده ممكن ما شوفهمش هو في احسن حالاته ممكن يكونوا بدنيا مش في احسن حالاته هو ما شوفهمش هو ما شوفهمش اه فاحسن حالاته اي فلما يبقى قراره زي ما انت بتقول قراره يحتمل الصواب والخطأ لان انت برضو كنت بتخاف انه حتى رهانه ان يبقى بلاي ميكر واحد زي عبدالله السعيد والتاني حيبقى تجربة جديدة ما كانش احسن حاجة يعني لكن هم هو ده وربنا اكرامه عمل اللي مطلوب منه كسب المطشين اي اللي هم عنقوا الزجاجة زي ما بنقول طيب وعمل احسن حاجة كسب واحد صفر في ملعبه وثلاثة صفر بره بره ودي حاجة ما حصلتش كتير للمنتخد اذا كروش مش عايزين ناخده بكثير من التعافزات ولا التهليلات يعني احنا برضو عايزين نستنى اما نشوف في الغميق بقى في التقيل واللي يكون يرشاف الناس كلها ونشوف حتى فلسافته هو انت ممكن جدا يبقى لعيب عجيبنا احنا جدا هو مش عاجبه لانه له فلسافة في الأداء تختلف صحيح عن زيننا احنا صحيح في الآخر دي بلدنا وده منتخبنا وفي الآخر عايزين برضو ماهونت اللاعب لازم يحس ان المنتخب مصري ده مش مكافأة ده انت يعني مش عايز اقولها بالانجليزي لازم تكسبها ايوه انك تبقى لعب دولي تستحقها تكسبها ممكن تستحقها تستحقها انت ما بتسعاش تكسبها اه اعتبرها جايز انت بتسعالها لا انت تكسب انك تبقى لعيب دولي ازاي انك انت اللي بتعمله وعجب الناس كلها في نديك مش بالضرورة يبقى يحطك كلعيب دولي ويا ما نمازج لعيبة عبقرية في تقدرنا ما كانوش لعيبة دولية من الستينات ومن السبعينات ومن التماث والامثلة كثيرة بيننا يعني اتمنى ان كمان اللعيب اللي هو الدولي يعني تحديدا افشا وشريف اتمنى يكونوا استفادوا من الشيء الغير متوقع عن مفاجئة البيخ اللي حصلت لهم دي واحد استفاد انه اتجاوز لكن لازم يستفيد من ناحية الفنية يشوف هو يا ترى ايه اللي كان مطلوب عشان يبقى هو نمر واحد وبدنيا يعني ازاي اقدر فعلت اوفر طاقتي باقر مش بس بدني كل حاجة ازا كان اسلوب ازا كان بدني ازا كان فيه نواقص ازا كان فيه التزام ممكن تحس انك انت النجم بقى اللي بيكاسب الفرقة اللي بتدي تلعب فردي وانت مش اللعب فردي انت يعني انت معودنا نكتوب لعب جماعي فيه حاجات كتير يا استاذ ابراهيم الانسان اللي عايز يكون صادق مع نفسه وحاسب نفسه وحتى بقيت اللعيب يعني لما تبص حتى تغيراته معادش فيه لعيبي يتغير تلاقيه ضرب بوز او يلعبه اخر ثانية عملت مشكلة او يدخل في شرط الكابتن واحد ضامن انه هو ده مكان واحد زمزق لا بيفرد قراراته وافكاره بوضوع يعني بص احنا تخضينا اه ان عمر مرموش اه تخضينا اه بس هو قدى اداء ما بقولش انه قدى الاداء يعني انه بقى نجم المنتخب لكن عبر عن نفسه لكن عبر يتقله لا اه بالظبط اه كويس انه جيه والراجل جبجون وكان نشط وكان صحيح عنده حيوية اه حقيقي لعيب الدولة اللي من عينة كابتر رمضان صبحي لا مزال الفارق موجود لكن هو عايز يمكن كان عايز يحافظ رمضان بمرموش فيه افكار عند المدربين لازم نحترم وكان يمكن في اجتماعه مع الجهاز المعاون له سؤل وهم بيدردشوا مع بعض مين الافضل في المباراتين نشوف الكابتن كريم حسن شحاتة وهو بينقل عن كارلوس كيروش اختياره مستر كارلوس كيروش النهاردة قاعد مع الجهاز الفاني المنتخب مصر وفيه يعني سلسلة من الاجتماعات كده بيتكلموا طبعا عن الفترة اللي جاية ومعسكر المنتخب القادم في شهر 11 ومطش انجولا ومطش الجابون اللي جايين ان شاء الله في تصفيات كس العالم وكان بيتكلم برضو مع الجهاز الفاني عن تقييم المعسكر الاخير والنجاحات والاداء المنتخب وبياخد رأي الجهاز المعاون كابتن ضياء السيد وكابتن واقل جمعة وكابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضر وبيتكلموا عن المنتخب طبعا يعني الاتحاد الكورة فرحان بمستر كارلوس كيروش جدا طبعا بعد النتائج الإيجابية للمنتخب مصر احنا كمان فرحانين وعندنا يعني أمل كده ومستبشرين خير بالمنتخب خلال الفترة القادمة ومستر كارلوس كيروش سأل الجهاز الفاني قال لهم مين الهيرو مين أحسن مطس مين أحسن لعيب في المطشين اللي فاتوا فالكل أجمع في الجهاز الفاني على محمد النني يعني الكل قال أن محمد النني هو الأفضل في المطشين اللي فاتوا وعمل مستوى كويس جدا مستر كارلوس كيروش قال لهم أيوة النني كان كويس بس من وجهة نظر كارلوس كيروش قال لهم محمد الشيناوي هو الهيرو أو هو أفضل لاعب بالنسبة لمستر كارلوس كيروش خلال المطشين اللي فاتوا خصوصا أن محمد الشيناوي ده كلام كيروش بقى للجهاز المعاون إن محمد الشناوي أنقذ كرة في مطش ليبيا المباراة الأولى اللي هي بتاعت محمد زعبية الكرة دي لو كانت دخلت هدف في منتخب مصر كان الأمور حتتصعب جدا 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 فكارلوس كيروش بيعتبر إن محمد الشناوي هو الهيرو أو هو اللاعب اللي كان مميز جدا خلال اللقاءين بتاع ليبيا اللقاء الأول في الكرة اللي أنقذها دي فرقت كتير مع منتخب مصر يعني دي بعض الحاجات كده من اجتماع اتحاد الكرة مع السواء كيروش اجتماع مع جهاز المعاون واجتماع المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد مع الجهاز الفني وكارلوس كيروش الكلام اللي بيقوله الكابتن كريم ده له معنى أولا الاختيارين مفاجأة بالنسبة لنا نيني وشناوي لما يتقال إن إذن المعيار الذي يختار به المدربين من ناحة الفنية ليس المعيار اللي بيشوفه الجماهير أنت لو قلت الجماهير مستحيل حيروحوا في هذا الاتجاه إن إني ربما هم كان في تعليمات شافوا نعملها عشر على عشر ليست لا علاقة لا بالإبهار ولا بالإمتاع ولكن ليه علاقة بالدينماكية وربط الفريق وإنه هو الدور والمهام التكتكيات اللي طلبت منه والمهام اللي عملها قدت إلى ترابط هذا الفريق بالضبط وسهلة الدفاع بالضبط وسهلة الهجوم دون أن تدري إذن هم بمنظور الالتزام واسلوب السهل الممتنع اللي ممكن ما يشدكش كان بالنسبة للنني وده أصله النني دائما تقييمه في هذه المنطقة الكوتشات يا روح لاعب مهم جدا جدا والجماهير طائعا لين ما بيعملش الترئيسة أو الشوطة أو الأوفر يعني ما بيدينيش الحاجة الجماهيرية طيب الشناوي ده معيار جديد بقى ايه هو المعيار الجديد هو أنا كنت عايز إيه من المطشين عايز أن أنا أعديه واركم وتصدر ليبيا طب المطش اللي عندي كان أخطر من المطش اللي بره ليه لأنه كان مربط الفرس يا روح وانا متقدم فتاكتيكيا أفرد الخطة على المنافس أنا لو رايح متعدل من مصر حيسهل عليه جدا هو يلتزم بالدفاع ويبقى متصدر زي ما هو كان سهل عليه يعني المنتخب الليبي لو بيلعب من أجل الدفاع في ليبيا كان حيبقى سهل عليه ولذلك هو لما غامر بالاستحواز والاندفاع الهجومي كل الهجمات المرتدة للفريق المصري كانت خطر لدرجة أن في الآخر بقى التأسيمة تأسيمة كروية بتعمل اللي أنت عايزه بس حصل حاجة في المطشين دول برضو بما أن إحنا عملين يعني عايزين نتفلسف شوية إحنا كمان بالنسبة لمحمد صلاح أنا من المباراة الأولى وكان حدي بيتفرق جنبي بحبه ويفهم كرة قلت له محمد صلاح طول ما هو على الحرف هو معمول حسابه وأنه في الحتة دي هنعمل معا إيه لا حياء لا يلاقي المساعدة ولا حيلاقي المساحة ولا حيلاقي أحد فقلت له أنا حالة من اثنين ينقل ناحية الشمال شوية يخش في القلب كل الفترات في مباراة ليبيا التانية تحديدا اللي دخل في القلب شكل خطورة جامدة جدا يا انفراضات يا حاجات من بتاعة محمد صلاح يا المسان دا اللي عملها لكابتر رمضان صبحي وخليها جاب الجون السهل جدا الباصة البسيطة الحنينة اللي حطته فيه الانفراض اللي جاب منه الجون التالي فدي حاجات طبعا تعليمات فنية يعني هو ما راحش من نفسه ما راحش دخل جوا من نفسه كده دي تعليمات فنية فطبعا فيه كوتش بدأ شوية يسمع مع الناس يكتسب الثقة بعد ما كان بيتهمهم عليه حققلك الهدف بالنسبة 100% بشكل رائع يكفيه فوز من المبراطين القادمين أو تعادلين عشان يحتفظ بالصدارة أنا أتمنى أنه هو طبعا ولو أن أنا أتمنى برضو أنه يعني الفوزيو بقى فيه مش بسهولة عشان نفضل مسح صحيحين أنا طول ما المطش صعب بالنسبة لي سواء للأهلي أو للمنتخب مصر أنا بتطمن لأن إحنا لو خدناها جد بنروح في حتة تانية والحقيقة إذا كنا فعلا من المطشين خدنا ست نقاط فليبيا أخدت من المطش التاني ما هو أغلى من ست نقاط بل ربما أغلى من أنها تروح كاس العالم إن إحنا نشوف المنتخب الليبي بيلعب كورة في ليبيا الملاعب دي يا جماعة كانت لغاية فترة قريبة تقريبا مهددة أمنيا بشكل غير طبيعي كلكم كنتوا بتتابع الحالة الأمنية في ليبيا وإزاي ليبيا كانت في مرمى كل دواعش الأرض وإزاي مصر حتى كانت منزعجة جدا عن الحالة الأمنية في ليبيا باعتبارها دولة شقيقة دولة حدود فإن إحنا نرجع ليبيا تلعب كورة المنتخبات والأندية الليبيا فضلت طوال الفترة اللي فاتت بتلعب شوية في مصر وشوية في تونس ومش قادرة تلعب كورة والدور الليبي متعطل فإنها ليبيا ترجع تلعب كورة وفي بنغازي واستاذ الشهيد ده في حد ذاته كان حاجة نقلة مهمة جدا لليبيا الشقيقة اللي بنقول لها ألف الحمدل على السلام وإذا كانت مصر كسبة الست نقاط فزي ما بقول لكم لا عودة الأمن والأمان والاستقرار لليبيا ده أغلى حتى من تأشيرة السفر لكأس العالم فنتمنى لهم كل الاستقرار والأمان إن شاء الله ده كان كلام مهم جدا عن المنتخب وعن كارلوس كيروش وعن رؤيته وتقديره لمحمد الشنوي اللي أصيبه بيحتاج يمكن أربع أسابيع من العلاج بنتمنى له كل الشفاء إن شاء الله